يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راميا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فياوما للمدينة سائرا النعم والحبيب والورى يشهدني إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع الحلقة التاسعة عشرة بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الثالث من صحيح السيرة وننتقل إلى حدث جديد من أحداث السيرة وصلنا في أحداث السيرة إلى غزوة الأحزاب كانت في العام الخامس من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في شواه غزوة الأحزاب من أشد الغزوات التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة رغم أنه لم يحدث تلاحم بين الفريقين كما حدث في بدر أو كما حدث في أحد لكنها من أشد الغزوات كما سنرى الله سبحانه وتعالى في كتابه بيّن حال المسلمين في المدينة عندما تكالب عليهم الأحزاب فقال سبحانه وتعالى إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبَصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ وَالْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلزَالًا شَدِدًا إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ من فوقكم يهدو بني قريزة أو قبائل الأعراب ومن أسفل منكم قريش وحلفاء قريش وإزاغت الأبصار من الخوف الفطري وكذلك وبلغت القلوب الحناجر وكأن القلوب من شدة خفقانها ستخرج من الصدر أو من الحلق وبلغت القلوب الحناجر وَتَظُنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هنا الكلام عن المنافقين الذين يظنون بالله الظن السيء هم المنافقون وأشياعهم والله سبحانه وتعالى قال هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فبينت الآيات القرآنية أن الاتلاء كان شديدا وأن الزلزالة كانت شديدا وبلغ الخوف بالصحابة الخوف الفطري وليس الخوف العقضي الخوف العقضي يعني لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى لكن الخوف الفطري هذا موجود في فطرة الإنسان ما الأسباب التي دعت قريش إلى أن تهاجم المدينة يعني هي هاجمت مرة في بدر وهزموا وهاجموا مرة في أحد وانتصروا وتواعدوا على بدر الموعد ولم يعني يأتوا في الموعد المحدد فلماذا يأتون للمرة الثالثة وما التغيير بين المرتين السابقتين الحقيقة يوجد تغيير قريش لما نظرت في الأمر وجدت أنها بمفردها لن تستطيع أن تقضي على الإسلام ولن تستطيع أن تقضي على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على الدعوة الإسلامية فهي حاولت وجربت حتى لو انتصرت سيكون نصرا جزئيا ولا أثر له إلا أثرا مؤقتا من أجل ذلك تأملوا في الأمر وجدوا أنهم بمفردهم لن يصلحوا بمفردهم للقضاء على المسلمين والقضاء على الإسلام في المدينة فوضعوا ذلك قيد البحث في انتظار الفرصة المناسبة لذلك من الأسباب التي دعتهم إلى الأحزاب أن طريقة تجارة الذي في بدر وفي أحد من أجله حاربوا من أجل أن يخلصوا هذا الطريق من سيطرة المسلمين ما زال تحت سيطرة المسلمين أيضا ما حدث من انتصارهم في أحد فذهبت أثاره أدراج الرياح لأن النبي عليه الصلاة والسلام على إسر أحد فإنه خرج إلى حمراء الأسد وأرسل القبائل وأرسل الصرايا لتأديب الأعراب الذين تجرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المدينة وحاولوا غزم المدينة وخرج في العام القادم كما حدد أبو سفيان والذين سحبهم قريش فوجدوا أن أثاره أحد قد أزيلت بالكلية ثم وجدوا أن الدعوة الإسلامية دوائرها تزداد يعني لم تكتفي على المدينة فقط وإنما الدوائر تزداد وتزداد وتزداد والمتأمل يعلموا أن الإسلام سيصل حتما إلى مكة إلى مكة فلابد من الاستباق فكروا كذلك فماذا يفعلونهم وضعوا الأمر كما قلت قيد البحث اليهود يهود بني النظير كما رأينا عندما أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما حاولوا قتله فإن زعماء اليهود ذهبوا إلى خيبر وجعلوا من خيبر رأس الحرب للتدبير من أجل القضاء على الإسلام وعلى المسلمين فأخذوا يخططون في ذلك الأمر في خيبر فاجتمعوا مع بعضهم البعض ورأوا كما رأت قريش أنه لا قبل لقريش بمفردهم وأنه لا بد حتى يقضى على الإسلام في المدينة بالكامل أن يجمعوا له كل العرب من أجل القضاء على المسلمين وعلى الإسلام وبدأوا في تنفيذ هذه الخطة التي وفقت أيضا تفكير الذي وصلت إليه قريش فخرج وفد منهم على رأسه حيي ابن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق وغيرهما فذهب هذا الوفد إلى قريش أولا أولا واليهود يدخلون على الناس من مداخلهم من مداخل الناس يعرفون من أين تؤكل الكتف فدخلوا على قريش من الفخر والخيلاء الذي عند قريش وبيّنوا لهم أنهم أفضل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن اليهود هم أهل الدين وهم أهل الكتاب وأنهم يصدقونهم في ذلك أنهم أفضل مما من من نبي محمد وأن ما عليه هم ومن حراساتهم للبيت ومن كذا ومن كذا أفضل عند الله مما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذن دخلوا من باب الفخر والخيلاء الذي هو يعني ديدن قريش قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا يؤمنون بالجبت الشيطان والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى يقولون للذين كفروا لقريش ولأمثالها هؤلاء أهدى مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فدخلوا على قريش من هذا الباب وقالوا لهم إننا سنتفق مع جميع القبائل العربية على أن نهجم ونحن معكم على المدينة هجمة رجل واحد فنقضي على الإسلام وينتهي الأمر اتفقوا على ذلك ثم ذهبوا إلى قبائل غطفان الكبرى في نجد قب كيف يدخلون عن قبائل غطفان ما دخلوا عليهم من ناحية الطمع في سمرات في السمرات وفي المغنم فوعدوهم بنصف سمار خيبر عندما ينتصرون ويقضون على الإسلام فوافقت غطفان ثم ذهبوا إلى القبائل الأخرى العربية إلى بني سليم بني أسد بني فزارة بني مرة جمعوا كل القبائل العربية وضربوا الموعد وأن المكان هو مر الظهران اسم مكان على بعد حوالي أربعين كيلو متر من مكة وأن القبائل الأخرى ستأتي الموعد سيكون في أحد مباشرة اتفقوا هذه المرة أن يهاجم المدينة يهاجم المدينة النبي إذن استطاع اليهود أن يجمعوا القبائل العربية بكاملها أو بأغلبها إلى من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين لذا أنا ذكرت في أول كلام أنها من أخطر الغزوات التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تعالى ننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وإلى كيف تصرف النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بهذا الخبر علم النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا وأن اليهود ألبوا جميع القبائل العربية عليه فشاور شاور الصحابة نتذكر عندما تكلمت عن غزوة أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رأيه أن يتحصن بالمدينة وأن لا يخرج من المدينة وأن يتحصن وأن يقاتل في المدينة لتقليل الخسائر لكسرة أعداد الكافرين لكن لما شاور الصحابة خاصة الشباب المتحمسين فإنهم رأوا أن يخرجوا إلى قريش لأنهم لم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فنازل النبي عليه الصلاة والسلام على رأيهم ورأينا أن لما ذهب عليه حمزة رضي الله عنه ويقول يعني رأينا تبع لرأيك رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعنا نتحصن بالمدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أعلن أنه سيخرج وتجهز الناس أبأ أن يرجع عن القرار الذي وصل إليه صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام شاور الصحابة وكما ذكرته كان رأيه في أحد أن يتحصن بالمدينة فرأى أن يتحصن بالمدينة صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذه المرة وافقوا ورأوا أن يحفروا خندقا في الجهة التي يدخل منها إلى المدينة من المشهور أن الذي أشار بحفر الخندق هو سلمان الفارسي هذا مشهور في الحقيقة في كتب السيرة لكن من ناحية السند فهو ليس بصحيح ليس بصحيح رغم شهرته وأنا أقول أنه أتكلم يعني أشير من باب تمام الفائدة إلى المشهور لكن من ناحية السند لم يصح قد تقبل الرواية لكن أنا أتكلم من ناحية السند فهي لم يصح أن الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق هو سلمان من الذي أشار هل جاء يعني هذا وحي من الله سبحانه وتعالى هل تكلم بعض الصحابة في هذا الأمر الله أعلم لكن استقر الأمر بعد المشهور على حفر الخندق وصلت إلى نهاية الحلقة أتوقف عند هذا الحد وإن شاء الله نستكمل في الحلقة القادمة أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راميا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فياوما للمدينة سائرا نعوى الحبيب والورى يشهدني ترجمة نانسي قنقر